أصدرت الحكومة قرارا بصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرا وأوضحت الحكومة أن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافظ الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ 68 مليار جنيه وتم اتاحة المبالغ اللازمة لصار في هذه الزيادات للعاملين بالدولة